من الاستفاقات الجديدة اللي ظهرت النهاردة لانه كمان ضمن استفاقات كان يحيى عطية الله الظاهير الايسر المغربي نجم الوداد المغربي السابق اللي بيحل تعويضا لاصابة علي معلول في النادي الاهلي في المرحلة المقبلة وهتبقى فيها منفسة كبيرة اوى احد او مصدر مقرب جدا من الكابتن علي معلول وده ممكن تسميه ظاهرة بالمناسبة علي معلول بما يقدمه وقدمه وسيقدمه وقدمه تبقى لما امامنا من نجاحات ومن لاعب بقيمة علي معلول في الفريق الاحمر قال لنا انه اللاعب اه ما كانش مبسوط من فكرة عدم القيد الافريقي وانه مازال لانه بالنسباله ما بعد الاتفاق على التجديد وتجديد التعاقد تم اختاره بانه لن يتم قيده افريقيا على الاقل لحد فترة الانتقالات المقبلة لكن هل كان مطروحا فكرة الانتقال الى نادن اخر نعم طرحت بشكل او باخر ولكنها اغلقت وان اللاعب مستمر رغم كونه واثقا من قدرته على العودة قبل فترة الانتقالات الشتوية اللي جاية قبل يناير وانه ممكن زي ما قلتلكم مبارح يكون في شهر 11 جاهز للنزول الى ارض الملعب والنزول الى ارض الملعب دي قبلها خطوات وبعدها خطوات قبل المشاركة الفعلية في المباريات طيب خليني اقولكم بالمناسبة على ذكر